بعد كده زي ما انتم شايفين فتح معنا جهاز الايفون بدون ما يطلب مننا رمز الدخول وبدون كمان ما نخسر اي حاجة من البيانات اللي كانت موجودة على جهاز الايفون عندك مثلا صور عندك فيديوهات عندك جهات اتصار رسائل تطبيقات زي كده هتبدأ اللي انت تلاقيها موجودة زي ما هي على جهاز الايفون السلام عليكم وعلى سهلا بكم فيديو جديد لو نسيت رمز الدخول على جهازك الايفون وجاب لك الايفون غير متوفر بالشكل ده فيه تلات طرق تقدر من خلالهم اللي انت تزيل رمز الدخول من جهاز الايفون فيه طريقة من خلال برنامج الايفون اللي انت هتعمل استعادة لجهاز الايفون اللي اول تدخله فضل الاسترداد وبعدين هتعمل استعادة لجهاز الايفون من برنامج الايفون والطريقة التانية اللي هي من خلال تحديد الموقع او اللي هي فن دي مي تقدر برضو من خلال الخاصية دي اللي انت تزيل رمز الدخول من جهاز الايفون عن بعد من خلال استخدام جهاز تاني ايفون او اندرويد اي جهاز يكون متصل للانترنت وتفتح موقع على اي كلاود وتبدأ اللي انت تعمل عادة تعيين لجهاز الايفون اللي عليه رمز الدخول والطريقة الثالثة اللي هنستخدمها في الفيديو بتاع الناردة ودي هتأسهل طريقة من خلال برنامج فوريوكي من شركة تونر شير هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف هتدخل على الرابط اللي موجود تحت الفيديو في الوصف وتبدأ اللي انت تحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر بعد ما هتحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر هيفتح معك بالشكل دوت البرنامج واجهته سهلة جدا زي ما انتم شايفينه بيدعم كمان اللغة العربية هيبقى سهل معك في الاستخدام هتدوص دلوقتي على ابدأ في فتح الايفون بعد كده هتوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر بعد ما هتوصل كده جهاز الايفون بالكمبيوتر هنا البرنامج بيديك ملحوظة ان كل البيانات اللي موجودة على جهاز الايفون هيتم حسفة فانت لازم تكون ااخد نسخة احتياتية قبل كده من البيانات ديت علشان تقدر اللي انت تعملها استعد او لو هي البيانات دي مش ضرورية بالنسبة لك هتدوس على بد وهيطلب منك البرنامج اللي انت تدخل جهاز الايفون ده وتفادع الاسترداد ولو تدست ايناوات على السهم اللي موجود هنا تقدر تختار هنا انواع اجهزة الايفون ايفون سيفن مثلا او ايفونات اخرى وتبدأ اللي انت تتبع الخطوات دي هتدخل جهاز الايفون ده وتفادع الاسترداد دلوقتي هنبدأ اللي احنا ندخل جهاز الايفون الموجود معنا في وضع الاسترداد هتدوس على زرار رفع السود دوسة وبعدين هتدوس على زرار خفض السود دوسة بعد كده هتدوس على زرار الباور ويكون جهاز الايفون متوصل بالكمبيوتر زي ما انتوا شايفين هتفضل دايس كده على زرار الباور لحد ما يدخلك في وضع الاسترداد وبالشكل دوت زي ما انتم شايفين كده جهاز الايفون دخل في ودى الاسترداد هنركع مرة تانية على جهاز الكمبيوتر هتلاقي البرنامج فتح معك على الوجهة دية التلقائي وهتلاقيه عرض لك نوات اسم جهازك الايفون والاصدار المتوافق على جهاز الايفون اللي هو هيبدأ يحملو لك على جهاز الكمبيوتر تقدر تختار المكان اللي هتحفظ فيه نسخة لايو اس دي هتعندك على جهاز الكمبيوتر من خلال التصفح نوات وبعد كده هتدوس على تحميل وهيبدأ كده البرنامج في تحميل نسخة لايو اس واللي بتكون مساحيتها حوالي 6 جيجا زي ما انتم شايفين هتسيب كده البرنامج لحد ما ينتهي من تحميل نسخة لايو اس بعد ما ينتهي كده البرنامج من تحميل نسخة لايو اس هيبدأ كدهوات في ازالة رمز المرور الشاشة من على جهاز الايفون هتسيب كده جهاز الايفون متوصل بالكمبيوتر زي ما هو لحد ما ينتهي البرنامج من ازالة رمز المرور ما تستخدمش الجهاز نهائي فأسناء عملية الإزالة وكده انتعى البرنامج من إزالة رمز مرور الشاشة من على جهاز الآيفون هيبدأ يفتح معك بالشكل دوت هتفتح كده جهازك الآيفون وتبدأ اللي انت تختار اللغة وتختار الدولة وتبدأ اللي انت تزبط عددات الجهاز بعد كده هتزلك الخطوة ديت اللي هي التطبيقات والبيانات تقدر من خلال الخطوة ديت اللي انت تستعيد البيانات بتاعتك مرة تانية لو انت حافز البيانات ديت أو عمل نسخة احتياتية على الاي كلاود تقدر انت تختار اللي هي الاستعادة من الاي كلاود او لو انت اخذ نسخة احتياتية بلي كده على برنامج لايتونس تختار الاستعادة من الماك او الكمبيوتر انا اختار من الاستعادة من الاي كلاود علشان عمل نسخة احتياتية على الاي كلاود وحبدأ اللي انا ادخل الابل اي دي وكلمة السر بعد كده هتزللك كل النسخ الاحتياتية اللي موجودة على الاي كلاود تختار مسلا احدث نسخة احتياطية بالشكل دوت. وهيبدأ كده جهاز الايفون في تنزيل النسخة الاحتياطية يعمل عليك ويرجعلك البيانات مرة تانية على جهاز الايفون. هندوس على متابعة. وهنسيب كده الجهاز لنه هو يعمل استعادل البيانات. بعد كده زي ما انتم شايفين فتح معنا جهاز الايفون بدون ما يطلب مننا رمز الدخول. وبدون كمان ما نخسر اي حاجة من البيانات اللي كانت موجودة على جهاز الايفون. عندك مسلا صور عندك فيديوهات عندك جهات اتصار الدخول على جهاز الايفون بدون ما نحزف البيانات او نخسر اي حاجة من البيانات. اتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو وعجبك. ما تنساش ان انت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وشكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي.